اشتركوا في القناة ومشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكفاءة التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ومشروع قانون بشأن قانون التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى مشروع بقانون بخصوص قانون إيجار العقارات كما ناقش المجلس تقارير اللجان النيابية وعددا من الاقتراحات بقوانين ومنها تقرير لجنة الشؤون تشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية حيث تم تأجيل أخذ الرأي على الاقتراح بقانون إلى جلسة مقبلة قانون الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية لعل مطالبات المجلس النواب بإلغاء الفوائد على قروض الاستبدال وهذه تم شريحة كبيرة من المواطنين أو تخفيض النسب للفوائد تكون أقل أو مساواة للبنوك المصرفية الموجودة في مملكة البحرين أهم المقتلحات التي تم ناقشته هو تعديل مشروع بقانون بتعديل أحكام المكافآت المتقاعدين وأن القروض المتقاعدين تكون على حساب الشريعة الإسلامية بحيث أنه لا تكون عليهم احتساب أي أرباح أهم ما نغشه المجلس اليوم في جلسته الاعتيادية كانت اتفاقيتين بين حكومة البحرين ودولة المالديف بالإضافة إلى تعديل ثلاثة مشاريع بقانونين تتعلق بموضوع الاستبدال وتحويل غروض الاستبدال لغروض إسلامية كانت طبعاً للغطاء المدني وغطاء العسكري وغطاء الخاص لتصناديق الثلاثة